طيب أنا بقولي الكلام ده بالسكة دي ليه؟ بقولي الكلام ده عشان مرسل كولر نفسه الموديل الفني للنادي الاهلي بعد المباراة انتقد أداء فريقه قال احنا ما عملناش مباراة جيدة قال احنا عملنا مباراة سيئة قال كده نصا قال قدمنا مباراة سيئة قال ان التركيز غاب عن اللاعبين في كثير من الفترات في المباراة وده تسبب في احتساب ضربتاء الجزاء اللي جملة للاتحاد قال كمان انها تحدثت مع اللاعبين بين الشوطي المباراة وطلبت منهم التركيز لكن اللي قلته بين الشوتين ما تنفذ التعليمات اللي أنا قلتها ما حدش نفذها شكر الشناوي على تصديه لضربة الجزاء الأولى والكرة الثانية بتاعت أحمد عادل ضاعت خرجت برة ضربتين جزاء ضيعين واحدة المحمود علاء وواحدة الأحمد عادل قال انها هيبقى في جلسة مع اللاعبين بكرة عشان نشوف المباراة تاني ده الكلام ده على لسان مارس الكولر في المؤتمر الصحفي عشان نصحح الأخطاء ونحضر للمباراة اللي جاية تكلم كمان عن سياسة التدوير بين اللاعبين خصوصا في الهجوم عشان الكلام دايما انه لسه مثبتش على مهاجم أساسي وقال انه مهم جدا يكون عندنا مهاجمين في حالة فنية وزهنية جايد عشان كده بعمل التدوير في المهاجمين وقال انه الفريق لازم يتحضر بشكل جايد فيه دوري أبطال أفريقيا بعد دراسة الفرق المنافسة للأهل في مجموعته وقال كمان انه كل ما يقال كل ما يقال عن الصفقات وعن طلبه الرحيل بعض اللاعبين ده غير مظبوط وقال اننا لما هعوز أقول للعيب يرحل هقول له هو الأول مش هروح أقول الكلام ده في الأعلام وقال حتى هذه اللحظة ما خدش قرار في هذا الأمر طيب